علوم التغذية لها أساسات يعني لها أصول زي أي مادة علمية في الدنيا الرقم واحد البيولوجيك الكلاج الساعة البيولوجيك الكلاج عند الشعب العربي لازم تكون مظبوطة ما قدرش نام برحتي واصحة برحتي أهمي حاجة موعيد النوم وصحية ما فيش نقاش ما قدرش عمل دايت لو ما زبطتش نوم ما قدرش عايش حياة صحية مش دايت ما قدرش عايش حياة صحية وانا مكرر نام الساعة 4 صبح وواصح الساعة 11-12 الدور هينفعش رقم اتنين أكل إمتى دي برضو مش باختيارك في مواعيد للأكل وظنة كل الناس اللي بتفرج علينا اللي راح أي بلد أوروبية أو حتى بلد خليجية بقى يشوف النهار دا لانش أور بقى معاد مقدس في العالم كله يعني دي أشهر حاجة في باريس تلاقي الشارع الزحم من شارع فضي اسمه لانش أور يعني أنا كمان ما باكلش في المعاد اللي أنا عايزه رقم تلاتة الفود كوانتتي أنا ما باكلش بالكمية اللي أنا عايزها ما ينفعش يكون المؤشر الشبع لأنه دا مؤشر فضفات جدا وكل ما حضرتك كنت أصلا بتاكل كتير كل ما معادتك بتبقى إلاستيك وتتمدد طبعا ما فيش حاجة اسمها معادتي كبيرة عشان بس دي معلومة خاطئة دي بتبقى تتمدد وترجع المعدة المعدة لها جيران في التشريح ما فيش حاجة اسمها معادتي كبيرة وتظل كبيرة معادتي بتتمدد وترجع وترجعتين بعد كده عندك وده بقى طفان النوع وإزاي أنقي أكل غير دار وأبقى فاهم شراييني إنها يجيلها كوليسترول ودهون سلاسية وإن قلبي ممكن يحصل له جلطات وإلى آخره لو أنا مش فاهم كل ده أنا لا أحيا حياة صحية ما نقدرش نختزل الجمال في بشرة وشعار في نقطتين أول واحدة كده فهمت من حضرتك أن أنت في الأول قبل ما تدي أي حد أي نصيحة بتطلب منه تحليل أو حاجات طبعا عشان نبقى نعرف برضو جسمه هل هيتقبل دايد ده أو النظام ده أو الحاجات دي لا هو الجسم بيتقبل الأكل لكن فيه نوع أو فيه تحليل للفود ألجي ده بيصيب له حساسية أو لا لكن النهاردة برضو أنت لازم تراعي أن فيه سن معين هو مهما عمل تحليل هتطلع تحليل كويس يبقى هو مش بس التحليل شرط لكن ما بعد الأربعين بنبدأ ندور على إيه هي التحليل برضو ما تقدرش تقوله اعمل كل التحليل الكلام ده نهاردة أصبح مكلف فلازم تراعي ده فلازم تبقى عندك دراسة وخبرة اللي بيها تقدر تحدد نوع التحليل اللي يقدر يدي لك الصورة الكافية اللي أنت محتاجة فيه معلومة يمكن تبقى مغلوطة حضرتك لها تأكد ده هل حقيقي بعد سن الأربعين الحرق بقاش زي تلاتين بقاش زي عشرين عشان فيه ناس كتير بتقولك أنا لازم أخص للوقتي عشان أنا لو جي أربعين فأنا أو معدل الحرق عندي ده حقيقي تسمعيلي في دقيقة بس أشرح للناس يعني هي حرق ده طبعا لأن كلمة حرق دي الناس متخيلها أنه ما صنع فهم فتقوم تتنطط فتسخن فإنت كده بتحرق لا الكلام ده مغلوط تماما هو جسمك فيه تقريبا أربعين تريليون خلايا كل خلايا بتقوم بحالة اسمها التمثيل الغذائي العربي كده لا هي الإيض يعني أوكي تبادل غازات على استهلاك بعد الإكسجين على كلام كتير هذا التبادل اسمه التمثيل الغذائي أوكي كل حركة إحنا بنعملها بيحصل أصدها تكسير ويحصل بعد كده إعادة بناء ده اسمه الكاتابوليزم والأنابوليزم ببساطة شديدة جدا الجزئين المقدرعين بتوع تمثيل الغذائي يبقى في حد حرقه مش موجود المتوفي مفيش حاجة كده سمعه إن أنا حرقه مش موجود أصد دي أسهل شماعة لعدم غير المتخصصي أصد أنا ما بحرقش ويقول لك بزبط سواء عشان هي أو هو يدلع نفسه أو غير متخصص يقول لك أنت ما بتحرقش ويبدأ يدي لك بقى في أدوية ملهاش لازم خالص أوكي ودي ممكن نتطرق إليه يبقى الحرق موجود دايما طيب إنما هل كل خلية بتستهلك طاقة زي الخلية الأخرى أيوة الإجابة لأ أعلى طاقة بتستهلكها خلية مخك والخلية العضلية أوكي يبقى حضرتك المجهود العضلي مهم جدا طيب لو بصينا كده بعجالة على الشعب العربي هنجد إن في إهمال الجهاز العضلي أصلا الرياضة الرياضة الحركة بش مدخلينها جوه روتين حتى بنقول للناس لو شغلتك مطالب أنك تقعد أقف في عشر دقيق كل ساعة أوكي أظن دي حاجة بسيطة جدا يعني كل نص ساعة أوكي في خمس دقائق كل نص ساعة أوكي في خمس دقائق ده يفرق في التمثيل العضلية يبقى إحنا لازم بعد الأربعين نحن نزود الرياضة أكتر طبعا لازم أصلا من قبل الأربعين تستهدلها طبعا لكن لازم بعد الأربعين لك وقفة مهم جدا بعد الأربعين في وقفة لعملت إنت إيه في الأربعين سنة اللي فاتوا استهلكت جسمك بشكله عامل إزاي مدخن غير رياضي أورويت عندك أمراض وراثية أنت هتدخل للأربعين وهتعدل مرحلة لازم بس اللي تسمعنا ويجي استند للقرآن ويقولك سنة الأربعين سنة القدرة أيوة يا فندم هو في سنة القدرة بنص الكرآن ولكن واحد وأربعين يبدأ الضعف أربعين ويوم يبدأ الضعف ده نبتدي ننزل بالزبط زي ما ربنا خلعك طفل وتبقى شاب قوي ثم الشاخوخة نفس الكلام عشان بس بعض الناس بتيجي تمسك في اللفظ ده